قالت شركة الكهرباء الأردنية أن قيمة المبالغ المترتبة لها على المواطنين تقدر بنحو 480 مليون دينار نتيجة عدم دفع الفواتير الشهرية وأعلنت الشركة في تصريحات صحفية أنها ملزمة بتحصيل المبالغ المترتبة للشركة على المواطنين لدفع كلف الكهرباء وإيصالها للمشتركين حيث سيتم فصل التيار الكهربائي عن غير المسددين لفواتيرهم خلال أشهر وشركة الكهرباء الأردنية مسؤولة عن إيصال التيار الكهربائي لقرابة 3 ملايين نسمة ضمن مناطق امتيازها في عمان والزرقاء والصلت إضافة إلى مادبة من جهتهم أكد مواطنون لنشرتنا عدم قدرتهم على دفع فواتير الكهرباء المتراكم عليهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تواجههم أنا ضد أنهم يفصل على أي واحد بس في المقابل لا يوجد أحد معه يدفع الوضع على الكل متوفي والله يجيرني من الأيام من الجاية أنا عليها كثير والله وما لا أدفع عليها فوق 300 دينار وصعب أن أدفع أصلا لو يحكوا لي 10 لارات جارية لا أدفع فصل الكهرباء مصيبة هاي مصيبة كبيرة كمان مو قليلة مو هيني على كل مواطن أنه عدم المؤاخذة تفصل الكهرباء خلال ثلاث فواتير طب فيه ناس والله يلاقي تدفع الفاتورة الأولى تمنى تدفع الفاتورة الثانية وهذا الإشي صعب 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 كثير على كل مواطن أردني تمنى تدفع الفاتورة الثانية